أن الصفقة تشكيل حكومة كلها هي صفقة فاسدة مع احترامنا ومحبتنا لأخينا الأستاذ أبو مصطفى وأستاذ محمد الشاع السوداني شراء المناصب اليوم في العراق حالة موجودة لا أحد يستطيع أن ينكرها ولا أعتقد أن الدكتور آياد كان قصد أن ينكرها وإنما القصد من عندها أن حجم الفساد الهائل أكبر بكثير من موضوع شراء وزارات أحنا نتحدث عن نظام بأكمله يقوم على معادلة فاسدة نظام بأكمله تقوده مافيات الفساد وبالتالي ما قيمة هذه الملايين الدولارات أمام المليارات التي صرفت خلال هذه الفترة لا قيمة لها حقيقة ولذلك أقول أن الأمر أكبر من صفقة وزارة أكبر من مزاد وزارة نحن نعيش اليوم في عصر الانحطاط في عصر الفساد في عصر المعايير الحقيقية لاختيار الكفاءات لإدارة الدولة واصل إلى أدنى مرحلة بالحقيقة نحن تراجعنا حتى قبل 2005 يعني اليوم التراجع الذي أصاب العملية السياسية والمشهد السياسي الحالي تراجع رهيب بسبب إرخاصات هذا المشهد السياسي بعد انسحاب السيد الصدر أستاذ نجم نعم نحن اليوم نعيش كتلة كبيرة من الفساد نحن في عالم كبير من الفساد وبالتالي لا أحد يستطيع أن يقول مثلا السيد محمد الشاع السوداني وأنا أتفق مع مقدمتك في أنه الرجل وطني ونزيه وصديقنا حقيقة ونتواصل معه حتى هذه اللحظة وهو يستمع لنا لكن المشكلة كبيرة المشكلة مو بالشخص ولا المشكلة حتى باختيار الوزارات وحتى لو تمت عملية تشكيلة الحكومة بالطريقة الصحيحة فلن نستطيع أن نصحح المسار الذي يمضي عليه هذا النظام يعني نعم أنا أتفق مثل ما قلته أنت ومثل ما قاله الدكتور صداقتنا لرئيس الوزراء هي ليست أكبر من حبنا للغراق ولذلك نحن دائما ما نقول له أن احذر من هذا وأن احذر من ذاك ولذلك أنا أسألك في قراءات أولية حتى هذه اللحظة لتشكيلة السيد السوداني هل السيد السوداني استطاع أن يحصن نفسه للمرحلة المقبلة أم أنه سيكون نتاجا كما كان غيره في المراحل السابقة بلا شك هناك ضغوطات وتحديات كبيرة أمام السيد السوداني وفق المعادلة يعني وفق هذه المعادلة التي نرفضها يعني رفضا كليا ونعارضها لكن بلا شك حتى وفق هذه المعادلة هناك سراع كبير في صفوف الإطار التنسيقي في موضوع الوزارات هناك يعني تعنت في أخذ مناصب أمنية خاصة بالفصائل المسلحة تريد اليوم أن تستولي وتستحوذ على جميع المناصب الأمنية وهذا خطر كبير سيصيب أكبر مما نحن فيه سيصيب يعني العراق وهناك أيضا صراع كبير حول وزارة النفط وزارة الداخلية أقل ترى الصراع عليها يعني وزارة الداخلية الصراع مو مثل قبل اليوم الصراع ينحصر حول مديرية المخابرات والمؤسسات الأمنية ويلحصر حول وزارة النفط والأمن الوطني أكيد بس يلحصر في موضوع المخابرات في موضوع المؤسسات الأمنية الأخرى الاستخبارات وأيضا في موضوع وزارة النفط وزارة النفط وهناك أيضا صراع كبير حولها خاصة ونحن نعلم أن الطرف الذي يقول ويكرر بأنه لا يريد أن يشارك في هذه الحكومة يريد أن تبقى مصالحه في هذه الوزارة وهو طرف معروف للشعب العراقي أنا أعتقد حتى هذه المعلومات اللي نقولها أستاذ نجيم حتى لو كانت هي معلومات مستقات من مصادرها أعتقد الشعب العراقي فاهم اللعبة زيان وحتى حديثنا ما رح يعني خلي نقول يزيد معلوماته هو واضح عنده اليوم أنه الصفقة تشكيل حكومة كلها هي صفقة فاسدة مع احترامنا ومحبتنا لأخينا الأستاذ أبو مصطفى وأستاذ محمد الشاع السوداني لكن مثل ما قلنا له نحن لدينا جمهور معارض ونقود المعارضة وبالتالي لا نستطيع أن ندعم حتى لو كان شخصية وطنية لا نستطيع أن ندعمه وفق معادلة الفساد والفشل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر